مجلز الأخبار تحية طيبة وأهلا بكم من المتظر أن يتم اليوم نشر مشروع دستور الجمهورية الجديدة بالرائد الرسمي ووفق رزامة استفتاء الخمس والعشرين من جوليا التي صادقت عليه هيئة الانتخابات فإن رئيس الجمهورية يختم مشروع دستور ويأذن بالنشره في الرائد الرسمي لجمهورية تونسية في أجل أقصها اليوم وحسب رزامة الاستفتاء فأنه يتم تخصيص يومي الأول والثاني من جوليا لتحديد الموقف من المشروع على أن تنطلق حملة الاستفتاء يوم الأحد الثالث من جوليا 2022 أعلن رئيس هيئة الانتخابات فرقب عسكر في تصريح إذاعي اليوم أنه سيتم قريبا إصدار مرسيم حول طرق تمويل حملة الاستفتاء ومنشور للبنك المركزي وأمر رئاسي لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي والتمويل الخاص بالنسبة للإستفتاء ومن المنتظر صدوره غدا الجمعة كما أشار رئيس هيئة الانتخابات لأنه سيكون هناك رقابة دنيا على الخطاب السياسي خاصة الذي يدعو للعنف والكرهية والتعصب معتبرا أن الهيئة لا تحبذ قرارات المقاطعة هذا أكد فرقب عسكر أنه سيتم الأعلان عن جد دول بعدد المشاركين وتوزيعهم على وسائل الأعلام وأنه قبل انطلاق حملة الاستفتاء يوم الثالث من جوليا والتعبير المباشر إن وجد ومصادر التمويل العمومي ومصادر والمنح والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرارات المشتركة التي ستصدر يوم الجمعة وفق قوله أعربت النقابة الوطنية للإذاعة الخاصة عن استنكارها إذا ما وصفته بالتوزيع غير العادل للإشهار العمومي مع إقصاء هيئة الانتخابات لعدد من وسائل الأعلام حيث أشار رئيس النقابة كمال ربانا إلى رزد الهيئة تمويلات لفائدة خمس إذاعات خاصة بمناسبة الاستفتاء مقابل إقصاء تسعة آخرين وإشار كمال ربانا إلى أنه تم ازدار بيانا في الغرض كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية للإذاعات والتلفزات الخاصة يوم السبت المقبل أمام مقر هيئة الانتخابات بالإضافة إلى تنظيم بث موحد على قنوات الخاصة مساء ثلثاء حول هذه المسألة داعيا إلى ضرورة إحداث وكالة وطنية تعنى بتوزيع الإشهار العمومي على وسائل الأعلام أكد رئيس البعثة الصحية للحجيجة تونسين الشكري حمودة تسجيل تسعين وثلاثين إصابة بفيروس كورونا في صفوف الحجيج التونسين وأوضح حمودة أن الوضعية الصحية للحجاج مستقرة وأن كل المصابين يخضعون للعزل في غرفهم وجاري متابعتهم مبينا أن المصابين بالفيروس لا يشتكون من أي أعراض خطيرة فقط ذهاب في الحنجرة وأحيانا صداع وأعراض خفيفة وذلك بفضل التطعيم كما أشار إلى وجود بعض الحالات الأخرى التي تعاني من مرض السكر وضغط الدم وقد تم تحويل 16 حاجة للمستشفيات وغادروا في حالة جيدة إلى أخبار العالم حيث أعلن رئيس الأمريكي جا بايدن في ختم قمة حلف شمال الأطلسي بمدريدة اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية شديدة بقيمة أكثر من 800 مليون دولار من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهزات أخرى من نجال به اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون في ختم القمة أن الناتو ليس في حالة حرب حتى وإن لم تعد القارة الأوروبية تنعم بالسلام وشددا على أن روسيا وحدها تتحمل وسؤولية الحرب وعواقبها في المقابل اعتبر وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن ستارا حديديا يقوم راهنا بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب النزاع في أكرانيا أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل أربعة متظاهرين اليوم وإصابة عدد من المحتجين في مدينة أمدرمان غربي الخرطوم فيما فرقت قوات الأمن مظاهرة للمحتجين الرافضين للحكم العسكري في السودان قرب القصر الجمهوري وسط الخرطوم وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أنه بسقوط خمسة قتلى اليوم في المظاهرات المطالبة بالحكم المدني يرتفع العدد الكلي للقتلى الذين أحصتهم اللجنة منذ أكتوبر العام الماضي إلى مئة وسبعة قتلى هذا وتشهد مختلف المدن السوداني اليوم مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضا للحكم العسكري كانت دعت لها لجان المقاومة وقوات سياسية عملية وكينات حقوقية في السودان وذلك بهدف ما وصفته بإسقاط الإقلاب العسكري بهذا نأتي إلى نهاية المجاز نلتقي في موعد إخبارات اللحقة في أمان الله اشتركوا في القناة